هي فتنة كبيرة صارت غادي ماكش فاهم لا ما لا الحق ما الباطل في الأخر هو وينفهم اللي هي صارت فتنة كبيرة وخرجج مقدمة الداعش ودعرس ووقتها فاهم اللي اللي مشي عليه كله غلط أما ما حبش يرجع لتونس دي جاء السامع ما كتج معاك اللي رجعوا لتونس فماش ريحتهم جملة ووقتها خاف وما حبش يرجع لتونس انقلبت حياة وجد المغربي وعائلته رأسا على عقب ليرتبط مصيرهم بشبهة الإرهاب بعد انضمام شقيقه جهاد إلى داعش منذ أكثر من أربع سنوات جاد أكد أن شقيقه اعترف لعائلته بأسماء المسؤولين عن تسفيره إلى المحرقة في سوريا وذلك بعد أعلانه اكتشاف حقيقة داعش المزيفة ووهم الخلافة الذي انطلق من شبكة تسفير ما زالت تنشط إلى اليوم دون محاسبة على حد قول جاد تحكي مع أمي صوت وصورة تحكي لها وخليها رأى فلان فلاني هو اللي خرجني هو السبب في الخرجة وسهل للمعانتها أموره وكل شيء وديجا وقتها باسبورو قعد عنده هو وقتها كيفاش هو خرج من تونس وباسبورو متاع عن السيدة طاية قعد الله عنه مزلوا أحرار ويتصرفوا عادي ويدوروا في وسطنا ومفمحات وإنه لعبات في الزاوية يخافوا ممكن يخافوا كل واحده كيفاش يحسبها يعرفوا ناس كل يعرفوا اللي هما معانتها ذوكوا مسبب بتخرج الشباب السوري إنك ما نجموش يتكلم بعض الباحثين في معضلة عودة الإرهابيين يؤكدون أن إيجاد آليات وحلول للحسم في هذه القضية يفرض رفع القيود السياسية عن المعالجة الأمنية والبحث في فرضيات تورط جانب من أجهزة الدولة في هذا الملف وذلك بهدف تفكيك شبكات التسفير وقطع الطريق أمام عودة الإرهابيين بالسهولة ذاتها التي خرجوا بها وقت اللي تم تحرير المبادرة الأمنية من القرار السياسي ما عندنا حتى مشكل لأن الأجهزة متاعنا بنسبة نقول 95% عندها كل المعلومات على شبكات التسفير وعلى هوية المسفرين ما ينقص اليوم والحقيقة اللي يجب أن نقولها أنا وأنه اليوم فتح ملف العائدين وفتح ملف المسؤولين عن التسفير قد يؤدي حتى إلى فك الارتباط السياسي على مستوى صدة الحكم اليوم فرضية عودة الإرهابيين بذات الصبر الغامضة التي خرجوا بها من تونس تثير الرأي العام بأسئلة حول مصائر العائدين ومن ورائهم عائلات تورطت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في قضايا الإرهاب في ظل موقف رسمي باهت لا يقدم تفسيرا واضحا ومعالجة شفافة لهذا الملف أكثر من خطر الإرهابيين العائدين من بواري التوتر تطرح في الشارع التونسي مسألة شبكات التسفير والخلايا الإرهابية النائمة داخل البلاد مخاطرنا قد تستمر في غياب إيرادة سياسية واضحة وصريحة تدعم القرار الأمني وتدفعه نحو الحسم في حرب تونس ضد الإرهاب من العاصمة التونسية جال لموانا لليوم على الحرة ترجمة نانسي قنقر